السلام عليكم ورحمة الله والبركات. احياكم مولى اصدقائي. اهلا بكم بلقاء جديد ضمن سلسلة تصاميم الانفوغراف في برنامجنا الرائع الباوربينت. قبل ما نبدأ في مشروعنا اليوم وتطبيقنا العام اليوم لطفا وتكرما ازا كنت زائر اول على قناتنا منتشرف في اشتراك ضمن القناة. وازا كنت من متابعين القناة فنتمنى منك التفاعل بضغط مفتاح اللايك. وترك تعليق اه تجزع عنا كل خير ان شاء الله. وطبعا اه لا تنسوا قناتنا حكاية شغف رح اترك رابط في صندوق الوصف وفي التعليق الاول تكرما منكم اطلب منكم الدعم فانتم جمهوري وانتم احباب القلب. اه لا غنى عنكم ولا عن خدماتكم. ويلا ما بعض لنتوجه الى اه تصميم جديد. انفوغراف ثري دي باستخدام مزايا برنامجنا الرائع الباورويند. اهلا بكم احبائي بعد ما فتحنا البرنامج. واخذنا عرض تقديمي فارغ كالمعتاد انقر باليمين في مكان فارغ ضمن سلايد او شريحة. منتوجه الى تخطيط ومنختار تخطيط فارغ. وازا كانت خطوط الارشاد مظهرة عندك. منروح الى تبوي بالعرض ومنفعل خطوط الارشاد لحتى تساعدني الى مواضع الاشكال اللي راح نقوم برسمة. راح نتوجه الى قائمة الادراج. ومن الاشكال راح اختار شكل بيضاوي. هذا شكل بيضاوي ليس دائرة. شكل بيضاوي. مثل ما انا شايفين. ناخد مساحة معينة. تمام? طيب. راح نضبط المساحة على المنتصف حتى تساعدنا بضبط الرسومات بشكل الامس. طبعا في عندك اكتر من طريقة لضبط المحاذات للاشكال اللي بتكون متداخلة ضمن بعضها. لكن فيك تعتمد على امر محاذاة في قائمة التنسيق. انا تزرع الاصوات المزعجة الصادرة. فانا في غرفي قريبة على الطريق العام. طيب. راح نختار محاذاة الى الوسط. ثم محاذاة الى المنتصف. تمام? لضبط المحاذاة في منتصف للسعيد تماما. راح نتوجه الى الاطار. ونختار بدون اطار. بنعمل بتضغط على مفتاح اي كنترول زائد دي لتكرار الشكل. راح ناخد لون مغير حتى نحسن نميز الالوان او الاشكال مع بعض البعض. اضغط مفتاح وازغر شوي. الشكل بمساحة معينة. طيب نفس المبدأ لضبط المحاذاة الى الوسط ومحاذاة الى المنتصف لحتى يكونوا الشكلين بنفس المركز. تمام? طيب بهذا الشكل. الان الفكرة انه في عندي ميزة ضمن برنامج الباوربوينت ميزة رائعة جدا 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 تعطيك لياقة ومرونة ووفرة في انتاج وابتكار رسوميات اي شيء يخطر على بالك فقط تحتكم الى مخيلتك وقواعد رياضيات المعلومات. الامر يسمى الدمج. طيب من خلال راح ننقل الان على الشكل الكبير بداية. ثم اضغط مفتاح وانقر على الشكل الداخلي. وليس العكس. يعني انت لا تحدد الاول ثم التاني. لا الشكل الكبير اولا. ثم الشكل التاني. في قام التنسيق عندي خيار يسمى دمج الاشكال وفيه اكثر من طريقة. راح ناخد الان نحن فكرة الطرح. الطرح بمعنى قم باختصاص من الشكل الكبير الشكل الصغير. تمام? وشكلنا متل ما انا شايفين اصبح شفاف. شو صار عندي الشكل? اصبح شفاف. طيب. الفكرة الان اني راح اتروح الى قابض الدرج واختار من الاشكال الاسهم. عندي هذا السهم الموجود هوني. راح انقر اضغط مع السحب لرسم شكل معين بابعاد متل ما انا شايفين. وفيني هون اني ازغر شوي يعني السماكة. راح نختار ايضا بدون اطار وباخد له لون معين لحتى يساعدنا في عملية تموضوع الاشكال. ورح معلش خبني اكبره شوي. تمام? وبصغل شوي السماكة طيب. ولا يكون بهذا الشكل. تمام. اضغط دي وبجي باسحبه على المؤشر التاني على الخط اللي شايفينه هون خط الارشاد. مع مفتاح لحتى يكون معاي بشكل اه افقي تماما. طيب ايضا مع الدي. تمام? وباخد تدوير مرة تانية. مع مفتاح الشيفت. لا يكون معانا نفس الشكل الاعلى. وايضا كنترول دي او فيك اخطر هاد الشكل وكونترول دي. وبنعمل هون استدارة اه استدارة عمودية لحتى يكون معانا موازي تماما. متل ما انا شايفين. طيب. الان بجي على هذا الشكل الاول بختار كنترول دي لحتى اقسم كل قسم الى تلت اقسام. فانا محتاج منه كم شكل? محتاج شكلين. طيب بجي بحط الشكل الاول هون. بحيس يكون السهم يعني جاي على متصف الخط المسار نفسه يعني. ايضا كنترول دي. وبنحطه بهذا المكان. وبعمل شوي التدوير لحتى اني اطابق موضوع السهم. ويكون وين? ضمن المسار نوعا ما. ايضا كنترول دي. وبجي بعبق كل المسار بحيس ان يقسم كل ربع لهدي الشكل المنحني. الى تلت اقسام. انا عندي هون واحد اتنين تلات. وهون دي اسوير واحد اتنين تلات ايضا كل ربع ننسويها تلت اقسام. وان طولت معكم بالفيديو شوي فسامحوني. لكن بحبي اني اشتغل امامكم كل شيء لحتى ما تسقط منا معلومة. او طريقة او اداة او فكرة او اسلوب. او عملية انا اشتغلتها وانا يعني اطاع بالمونتاج بالفيديو. فلزلك انا حريص انه ما يسقط مننا اي شيء من حرصي عليكم. ايضا كنترول دي. فيك تتجاوز الفيديو ازا كنت اه ما عندك مشلب هاي الامور هاي دين. فيك تجاوز فيديو الى المرحلة يلي تليها. مباشرة. طيب. ايضا كنترول مع دي. تمام. كنترول مع دي. وايضا كنترول مع دي وبقي عندي اخر شكل. تمام. عندي هاد الشكل اجن اخد مساحة شوي. تمام. الان الفكرة يا اصدقاء. بدي اعمل تجزي ام. واحزف الاشكال الزائدة وابقي على الاشكال اللي انا بديها. يعني بدي اقطع هاي دي الرسوميات هوني. بدي اقطعها. واعزلها عن بعض البعض. لكن بحيس ان تاخد اشكال الاسهم. الفكرة تقول على الشكل التاري. بدي اعتمد على خاصية الدمج. احدد الشكل الكبير اولا. اضغط مفتاح كنترول. واحدد كل الاسهم الصغيرة. مفتاح الكنترول. واضغط على واحدة واحدة من نون. يعني ما بسي بتعمل كنترول اي. لازم احدد الشكل الاول. وبعد الاشكال التامنية. تمام? انا بدي تكون حريص في عمية التحديد في لما تاخد خيارات دمج. وهون راح نختار منها التجزئة. يعني جزئ لي كل شيء موجود فرفة على الاخر. طيب بدي احزف الان اشكال مو لازمتني. وابقي على الاشكال اللي لازمتني. الشكل الداخلي الكبير عمله مو لازمني. راح اجي الى هون واحزف كل هدي هدي عبارة عن قطاعات صغيرة. لاحز عبارة عن شو? عن قطاعات صغيرة. بحدة كلياتها اللي عملها تبزيها وقال له دليت. وباجي لهون وبعمل له دليت. ولهون ايضا دليت. ايضا دليت. وبعمل دليت لحتى احصل على الرسم اللي انا مختارة. وهذه من روائع رياضيات المعلومات لما نحن نتقن العمل بمبدأ الرياضيات او نفهم ان الكمبيوتر مبني على الشيء اسمه رياضيات المعلومات. مهما تكون عندك الوسائل والاشكال قليلة. يمكن ابتكار وانتاج اي شيء اختر على بالك. راح ابدأ الان باليطاق الالوان. اني ابدأ بالتلوين. هذه الوان اضافية. خلني اختار مسلا هون اه هذا اللون. وعندي هون اختار اه هذا اللون. راختار الالوان بشكل عشوائي. لكن انت فيك تحتكم لاي نظام لوني على بالك. يعني انا مو شرط تتقيض موضوع الالوان. تمام? راح اكون سريع فيها شوي. ما انا مركز كتير في موضوع الالوان. اه حسب لاني نظمت الالوان كتير بصراحة وتحتاج انه نحن نتكلم عن نزام الالوان. وكيف اجيب الوان متناسقة من نفس العائلة. يعني تمام? او قريبة على بعضها. وبحيس يكون ما في شزوز لوني بآ انشاءات رسوميتنا بالعموم. تمام? فعب اشتغل بعشوائية بموضوع الالوان لاني يحتاج جلسة خاصة. وادلكم على مواقع خاصة لموضوع تقارئة الالوان. ونزم الالوان كيف ممكن انه انا اشتغل آآ عليها. تمام? هنختار البني. وخلني اختار هون باللون القريب على اللون الاسود. تمام. طيب اصبح عندي الان الشكل واحد. متل ما انا شايفين. هي اشكال فقط قصيرة او بسيطة. راح قال له حدد الكل. ونعمل من الكيبورد. اول اني اختار بنقرب لمن تجميع ثم تجميع. فصاروا عندي شو? اصبح عندي جروب. تمام? طيب. راح نبدأ الان بيرجاع عملية التنسيقات لحتى احول الشكل من دو دي الى شكل سري دي. وهذه هي جمالية لقاءنا اليوم. راح نروح الى قائمة التأثيرات الموجودة بهذا المكان. راح نروح الى استدارة سلاسية الابعاد. ورح ننزل ونختار نمط آآ نمط هذا النمط اللي هو راح يكون مائل لليسار. متل ما انا شايفين. وعندي انماط الاستدارة هون. انا فيني اغيرها. واشتغل عليها. يعني مسلا. راح اقول له آآ ما يلي اياه بهذا الشكل. وعطي استدارة بهذا الشكل. يمين ويسار. لحتى يكون المنظور هذي النقاط البعيدة عن عيوني وهذه النقاط القريبة. تمام? بهذا الشكل. ازا كان زوتها شوي ففيك انت تختار حسب الموضع اللي بناسبك. تمام? طيب. الان الشكل اصبح معنا جاهز بهذه الاستدارة بشكل جميل. راح نرجع الان الى تنسيق سلاسي الابعاد. ورح نجي الى مجسم مرسطوف الحواف. ونختار المفتاح النفر. هدو اول واحد. النفر. فيني اصغر العرض شوي الحافة العلوية طبعا. نحن عم مشتغل عليها. آآ وهي دي نفس المبدأ. اللي حتى اعزلهم عن بعض. بالخص بالمناطق ياللي هون. جميل. آآ من المادة فيك تختار اي مادة وبتختار اي اضاءة بتعطيك اللمعان الشايفين هون. بيكون انا حكمت موضوع الشكل السريدي. تمام? حسب النطاق اللوني والاضاءة الانت بتختاره. تمام? هدي عبارة عن انت فيك تختار النمط اللي انت بدك يا. آآ هذا باهد جدا عفوا. تمام? تمام. طيب الوضع اصبح جيد وجاهز معنا ولا اجمع من هيك. راح عمل على الشكل حتى يعطيني شو? شكل اخر. الان هذا الشكل انا ما بدي له مجسم مجسطوف الحوافير. ما بدي حدود نفر. فانا بقال له هوني شو? آآ بدون. يعني بلا بلا حدود نهاية متل ما هي. وموضوع اللون راح اقل له التعبئة سويلي كاملا باللون الاسود. راح نعدل عليها بعد شوي. بحيس يكون في تدرج. وخو اعمل ليها شفاف حتى اعرف كيف ارسم الان. وبنجي الان الى الاستدارة سلاسية لابعض. طيب راح نزيد شوي. هاي دي المسافية اللي هون راح نزيدها. تمام? بهذا الشكل. تمام. بحيس تكون عندي يعني بدأت معي من من نفس المكان تماما يعني بهذا الشكل. طيب فيني اضغط مفتاح الشيفت واصغر شوي الظل يعني بحيس انه ما يتجوز حدود الرسمة منطقيا يعني قدر المستطاع. وبرجع بس بركبها بهذه النقطة. اه تماما. طيب الان اصدقائي اه فيني اروح الى التعبئة وبختار تعبئة متدرجة. راح نختارها من لونين. واللون الاول خلي يكون عندي اياه باللون الاسود. تمام? والتاني خلي كمان عندي اياه ايضا باللون الاسود. لكن الاول راح نعمله شفاف. فهذا بالاخير شفاف. كتير. والاول راح يكون شايفية اقل نوعا ما. تمام? تمام? وبجيب لهون ارسال الى الخلف لحتى يكون عندي اياه خلف الشكل. وبيكون انا انتجت رسمتي مع الظل. الرسمة مع الظل تماما. فيك اختار الان الموضع اللي انا محتاجه للتنتين. هذي عبارة عن انشاء الرسمة مع الظل. صف عندي موضوع التراتوبية النصوص اللي راح اوضعها كأنماط تعداد. لكن بشكل جميل ومنومق. او هي عبارة عن مراحل مشروع. هي عبارة عن نماط تعداد من اشكال الانفوغراف الرائعة جدا. اي شيء يخطر على بالك فيك تشتغل وانت ضمن هذا المجال. قبل ما ابدأ فيها راح نروح الى ادراج. ومنختار الشكل اه عفوا. راح نختار من الاشكال الشكل الدائري. راح ارسم دائرة. دائرة. اه انقر باليمين منروح الى التنسيق. راح اختار الخط بلا خط. ومنجي مباشرة الى اه التعبئة خالصة باللون. اه وليكن. ومنجي على موضوع الظل. هذا الظل اول واحد. وقال له اعطيني ظل داخلي. هذا الظل الداخلي. تمام? اخترنا الظل الداخلي. وراح نزيد نحن بالمسافة. اه ليست المسافة. راح نزيد بالضبابية. الضبابية. لحتى يعطيني فقط من تعديل امر معين. نمط السري دي. هذا اللي انا محتاجه. تمام? راح اضعه بهذا المكان. وبقال له ايضا ارسال الى الخلف. لحتى تكون معنا وين? بهذا المكان. بيمكننا نعمل ظل لألم. مع انه كنت مش حابب اني اذكر الموضوع. لان هي الان صارت يعني بعيدة واختفت شوي. تمام? اختفت شوي. لكن لا بقس بنشتغل على موضوع الظل. بنروح الى الدراج. ومن الاشكال بختار الشكل البيضاوي. تمام? وباجي معامل تعبئة. طبعا هو بدون حد دائما. بدون خطر. رسم بدون الحواف. بنعمل تعبئة متدريجة. ايضا من لونين. لون اسود. وهذا لون اسود. خلني ارى ارجعهم متل ما هنم. مشان يميزوا معانا. تمام? طيب وبجي لهون الى الخطي وباخده شو بختار من النوع بختار المسار. بجي على اخر وحدة وبصفرها شافية للاخير تماما. واللون الافتراضي فيك انت تزيد وتنقص شوية من شافيته. بنصغر شوي. وبنسحب لهذا المكان. انا بهمني انه يبين شوي من الظل. لباس. وبيهمني اني كنت تعرفوا كيف تشتغل موضوع الظل. فكون رسمتنا كانت سري دي. فلابود من نضع الظل لالدائرة. راح نجيب اللوغو. راح نجيب اللوغو وارجع لكم مباشرة. بعد ما جبنا اللوغو. اللوغو الخاص بعالمكم. راح نضع اللوغو هون. وفينا اختار انماط اضاءة. يعني بحيس يكون اه متطابق او جميل جيد. ويعني يضح معانا قدر المستطاع. اه ضمن رسمتنا. فراح نختار هذا اللون. انا ما عندي مشلل الان باللوغو. اه الوضع يعني حسب اللوغو انت مختاره وعندك يعني ما في اي مشلل. اما الدائرة الكبيرة انت فيك يعني تختار النمط اللوني لقلم. يكون لون اغمق شوي. خلنا ازيد شوي من كسافته اللونية. لحتى يبرز معانا. اللوغو بشكل اكبر. متل ما انا شايفين. ولو كبرنا شوي الان. متل ما انا شايفين اللوغو اصبح واضح. الدائرة سري دي. وعندي الظل وعندي الشكل كامل. الان بدي ابدأ بادراج مربعات النصوص لحتى اضع تراتبية للاشكال. يعني عسبي الميسار اكتب انا هون النص الاول او البداية المشروع او بداية الانطلاقة حسب اللي انت شغال عليه لكن انا بدي افترضه هي عبارة عن تراتبية مشروع او المرحلة الاولى. دعا خلنا نسميها المرحلة الاولى. هاي دي المرحلة واحد. ما عليش حتى اه يصل معنا المفهوم بشكل جميل او بشكل اوضح. اه اختار نوع خط اه يكون نوعا ما رقيق. لا بأس فيه. اصغر شوي حجم الخط. راح اضعها بهذا المكان. قال له مع الدي. طبعا وبحطها هون. وهي دي تعبر عن المرحلة اتنين. وعندي هون وهدي تعبر عن المرحلة التلاتة. اضعها هون. وهي تعبر عن المرحلة رقم اربعة. يمكن ارسمت اتناشر مرحلة. تمام? عندي هادي مرحلة الاولى مرحلة التانية مرحلة التالتة وهذه المرحلة الرابعة. عندي هون المرحلة الخامسة. عندي هون المرحلة السادسة. عندي هون المرحلة سابعة. عندي هون المرحلة التامنة. كنترول دي. عندي هون المرحلة تسعة. كنترول دي. وعندي هون المرحلة عشرة. كنترول دي. عندي مرحلة ادعش. وكونترول دي مزبوط معانا. وعندي هون المرحلة اتناش. تمام? انت فيك يعني اه تغير المواضع. يعني الامور هاي دي عندك يعني مش مش طالت نحن نرتبا بنفس التسلسلية. خليها طالعة نازلة. لا بأس فيها. راح نضع نحن الان الاسهم اللي بتدل كله بمرحلة. وشو الوصف اللي تعم? فنروح الى ادراج ومن الاشكال انا باخد الوسائل اللي بتدل على الخطوط. فراح ناخد الخط هاد. وانكر من هون مع السحب. تمام? بها الشكل هاد. بها الشكل هاد ايضا كنترول دي. راح اقل له الموضع خليه هون. والنهاية خليها بتعبر عن هذا هاي المرحلة. مع دي. راح نقول له ابدأ من هون. وخليها بتعبر عن اه هاي دي المرحلة. دي. البداية من هون. وخليها بتعبر عن هذه المرحلة. البداية من هون. وعند هاي المرحلة. البداية من هون. وخليها تعبر عن هذه المرحلة. دي. البداية. وخليها تعبر تماما عن هذه المرحلة. البداية من هون والنهاية تكون معبرة عن هذه المرحلة. بدا شوي تصبره طولة بال اما هذه خطوط الارشاد رائعة جدا جدا بصراحة. تمام? اختار البداية هون. واختار النهاية تكون معبرة عن هذا الشكل. البداية يخليها من هون. تمام? ايضا البداية يكون عندي هون. والنهاية تكون بهذا الشكل. تماما بيكون انا وضعت لكل مجسم او لكل صورة اه اي شيء يدل اه اه عليها. تمام من المراحل التعداد او مراحل مشروع انت شغال. اه على يصف عندي موضوع الان التأثيرات او الحركات. في نعمل تأثيرات اه حركية. انا ما بعرف مدى الفيديو اليوم ممكن تضول معنا شوي فسامحوني. اه ما رح اتخذ في موضوع رح يكون في عنا فيديوهات مختصة في موضوع الانيميشن والاحياء. على عجل رح اشتغلكم ياهم. انو هذي الرسمة الكبيرة. هذي الرسمة الكبيرة. نروح الى الحركات ومنختار على سبيل المثال من تأثيرات حركة اضافية خلني نختار مسلا زائد. اه تمام. اه رح نقل له اه موافق. تمام? رح نجي على سبيل المثال الشكل الاول هاد. الشكل الاول وخلني اختار اه مسح. تمام? وبجي على المرحلة الاولى ايضا خلي اختار ايضا مسح وهذه من اسرع التأثيرات. تماما. طيب خلني افتح انا هون جزء الحركة. ونسكر التنسيق. انا ما لي شغل الان بالتنسيق. جزء الحركة متل ما انا شايفين. فقط كل ما هو عليك انه انت بتجي الى هذا الشكل الاول. وبختار ناسخ الحركة. تمام? وبنكر على التاني. طبعا انا اخترت دبلي اه دبلي كليك يعني نقر مزدوج لحتى تضل الفرشاية موجودة معي. وانقر على التالت. انقر على الرابع. تمام? وحتى انا انسخ التأثير على شو? على كل الاشكال المشابهة. تمام? هلا حاليا بنقله طبعا عندك الشكل الاول هو اللي راح يكون اه بعد او عفا اه بعد السابق خليه نقول يعني ان من يطلع الاول بعد من يطلع التاني هي خليها بعد السابق. تمام? والمفروض انه قبل بنسخ التنسيق يكون عامل هذا التأثير. اه سامحوني. اه بجي ايضا على التاني وخلني اختار نسخ التنسيق. وبنكره على كل النصوص الموجودة هون. تمام? وبنقل له اسكيب. صف عندي بس في موضوع التراتبية الشكل مع النص يعني التلاتاش بده تكون تحت الاربع عشرين وهكزا. فتلاتة تحت الاربع عشر. تمام? فعندك هون هاي اللي تلاتة. شمساعة شوي. هيدي التلاتة بده تكون تحت الاربع عشر بسحب الهون. وعندي هون تلاتة تحت الخمسطاعة. عفوا زد. اه عندي هون الاربعة صار تحت الخمسطاعة. تلاتة تحت الاربعطاش. هاي دي التلاتة نحط تحت الاربعطاش. وصف عندي هون التلاتة تحت الخمسطاعة. لان الترقيب صار يختلف معنا. تلاتة تحت الخمسطاعة. وعندك تلاتة صار تحت الستاش. وبسحب تلاتة تحت السستاش. وعندك تلاتة تحت السبتاش. بدرجة بناخد تلاتة تحت السبتاش. وثلاتة تحت تمنتاش. سامحوني على اه هذا الخطأ ربما قوي من صالحنا. تمام? تحت التمتاشر. اتعلم ترتيب تأثير الحركات نفسه تلا persone. وهذه التساطاش. وعندك هون تحت العشرين. وتحت الواحد وعشرين. وتحت الاتنين وعشرين. وتحت تلاتة عشرين. هلما تشوفها تلاتة عشرين مزبوطة. تحت تلاتة عشرين وتلاتة تحت الاربعة عشرين. والامور بتصير كلها نظامية مية في المية. متل ما انا شايفين بالمعين الان راح يطيني اسم المرحلة. وعلى اي مؤشر بيدل اسم المرحلة. تمام? مباشرة اسم المرحلة. وعلى اي نص اي شكل بالدل. تمام? وبيكون انتحت معنا رسمتنا بهذا اللقاء. طبعا موضوع يظهر الاسم المرحلة ثم المؤشر او المؤشر ثم الاسم الموضوع عندك. ويمكن اضافة اه سلوغن. سلوغن وصف خاص لكل مرحلة. فيك تعمل له نفس الحركة بحيس يصار بنص يعني ابسط شوي. هذه المرحلة عن شو بتحكي. هذه المرحلة عن شو بتحكي. هذه المرحلة عن شو بتحكي. وتطور موضوع رسمتك بهذا المبدأ. صف عنا بالاخير موضوع تنسيق الخلفية. خلنا نسكر جزء الخاص في جزء الحركة. تنسيق الخلفية فيك تختار شيء متدرج مسلا. تعبئة متدرجة بالوان معينة. تمام? بالوان معينة متل ما انا شايفين. اه فيك تشتغل عليها تضغر وتكبر. يعني تغير بالالوان اللي انت محتاجه تماما ما فيه واي مش لموضوع تنسيق الخلفية. وهيك بكون وصلنا مع حضراتكم الى نهاية لقائنا اليوم بتصميم على برنامج الباوربوينت مخطط من اجمل المخططات اللي يمكن تصميمها وانشاءها. وفقا الى تقنية رياضيات المعلومات. نحن ازا كان هذه التقاني والمهار والوفرة. تمام امتلكناها يمكن تصميم اي شيء اخطر على بالنا في برنامج او في برنامج الباوربوينت يعني هذا التصميم يمكن انتاجه الى حد معين في برنامج الورد. وفيني استعين في الدمج الموجود في الباوربوينت. واصدره الى برنامج الورد. القاكم على خير. ومزيدا من التفاعل على قنواتنا اللي هي قنواتكم. وتجزو عنا كل خير. والقاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله والبركات.